يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عن ارتفاع حصلة الضحية الإجمالية في قطاع غزة جرى القصف الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع إلى 2215 بينهم 724 طفلا وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة وأعلن مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤوني الإنساني أن 5554 وحدة سكنية دمرت فيما أصيبت حوالي 3700 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابل للسكنة فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه تأكد من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرا داخل قطاع غزة وذلك خلال مدهمة قواته البرية والمدرع القطاع أقل كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات مشات مدعومة بالدبابات نفذت ضربات موضعية في قطاع غزة فيما يبدو أنه أول إفصاح عن التحول من حملة جوية إلى توغلات برية وذكر الأميرال دانييل هاجاري في إفادة تلفزيونية أن الضربات شنت لمهاجمة أفراد أطقم الصواريخ الفلسطينية والسعي لجمع معلومات حول المواقع التي تحتجز حركة حماس الأسرة فيها وقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في إسرائيل منذ السبت الماضي بينهم 258 جنديا وفق آخر حصيرة للجيش هناك الحونك